في ولاية البويرة اليوم تحويل مخترب قدم من فرنسا نحو الحجر الصحي بمستشفى محمد بوظياف للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا وأوضح مدير وصحة للبويرة محمد العيب في تصريحة للبلاد أن الحالة تتعلق بمخترب يبلغ من العمر 72 سنة قدم من فرنسا منذ 12 يوما وهو يقتن ببلدية أهل قصر وبدت عليه أعراض الإصابة وبناء على هذا تم وضعه في الحجر الصحي بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوظياف في انتظار نتيجة تحديد